تفضلي محمد السلام عليكم وعليك السلام تفضل كيف الحال والله بخير حال في نعمة فضل من الله ان شاء الله خير ان شاء الله خير انا عندي سؤال اذا تسمع لي ما فيش مشكلة في وقت الافطار تفضل ان شاء الله افطار وقت السنة هو خطأ ليش بس خلي اكمل كلامي لانه افطار السنة يفطرون في وقت المغرب مع صلاة المغرب لكن القرآن كله كتم الصيام الى الليل هنا صار عدنا صار عدنا اختلاف احنا الشيعة نصلي نصلي في الاشي بس نفطر صحيح فطورنا لكن انتو فطوركم غلط بس صلاةكم صحيحة بعد حسن ما ابتهمت من كلامك طب ومتى يبدأ الليل عندما تظهر النجوم طب لو علمائك قالوك غير الكلام ده شون لو علمائك قالوك كلامك غلط تاخد بكلام علمائك ومعصوميك ولا تاخد بكلامك انت انا ما اخد بكلامي زيان هي شمس اذا موجودة انا شون اعرف الليل طب انا سألتك سؤال هتاخد بكلام معصوميك وعلمائك ولا ناخد بكلامك انت لا هو صحيح اننا اخدوك انا طيب القرآن متى يبدأ الليل انت بتقول عندك شابك النجوم صح طب لو علماء جميع مفسر العلماء عندك قالوا يبدأ الليل مع غروب الشمس يبدأ الليل مع غروب الشمس ايوه هذا بيقى كتاب ابنه طيب تعالي الحبيب اكتب كده ومن كتاب له عليه السلام الى امراء البلاد في معنى الصلاة في نهج البلاغة شكتب شكتب ومن كتاب له عليه السلام الى امراء البلاد في معنى الصلاة عليه السلام الى امراء البلاد في معنى الصلاة البلاد في معنى معنى الصلاة الصلاة انزل للسطر الثالث عشبال انزل للسطر الثالث عشبال سرة سطر الثالث عشبال نوعاني السطر الثالث الى ادخل الكتاب الاول ادخل الكتاب جالك رابط ادخل الكتاب نهج البلاغة الرسالة 52 مكتوب اهيوة 52 السطر الثالث على الشمال ماكواني ماذا يدخلني بالرابط مع الكتاب اهو يا بش انا اقرأ وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج حلو يبقى كده واحدة واحدة يبقى كده اسمعني بس يبقى كده المعصوم عندك رابط المغرب بالافطار صح كده بالضبط حلو تعالى بقى روح لكتاب الامالي للشيخ الطوسي ابحث علي اهو قدامك انا فتحته لك بعد كده بقى انت روح زي ما انت عايز صبح اربعة وخمسين اوكي ماشي بيقول ايه اوكي ثم اراني بيتكلم عن سيدنا جبريل بيقول ثم اراني وقت العصر فكان ظل كل شيء مثله ثم صلى المغرب حين غروت الشمس صلى بهم المغرب حين غروت الشمس ثم صلى العشاء الاخرة حين غاب الشفق هسه احنا نرجع الموضوعنا الاول اللي هو السؤال اللي اول انا سأقلت لي شكرا ليك يا حبيبي هات عالم يكلمنا شكرا ليك شكرا ليك الاشكالية يا اخوانا ان هما مش فاهمين انا بقول ايه ومش عايزين يفهموا انا بقول ايه يقول لك تعالي نرجع للمسألة الاولى يا استاذ ده انا بشرح لك بالتسلسل ان المعصوم عندك رابط صلاة المغرب بالافطار كل الاحاديث رابط الصلاة المغرب بالافطار يبقى احنا عايزين نعرف ان احنا نفطر امتى يبقى نعرف هنصلي امتى ولو عرفنا هنصلي امتى يبقى عرفنا هنفطر امتى لان الاتنين مرتبطين ببعض هات يا محمد كده كتاب الامالي لشيخهم ثم صلى المغرب حين غربة الشمس ثم صلى العشاء الاخرة حين غاب الشفق يعني الصلاة المغرب مع غروب الشمس صلاة العشاء مع ذهاب الشفق فلما هم يخلوك تصلي المغرب مع ذهاب الشفق يبقى انت كده فاول وقت العشاء وليس المغرب والاحاديث كتير غيرو امحمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة